إثر الأعلان عن حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس تم مساء أمس وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني تسجيل إقافات في صفوف كل من لم يمتثل لقرار منع الجولان الذي تم اتخاذه في إطار التوقي من فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك درجة من الامتثال في تطبيق القرار عموما رغم تسجيل بعض الإقافات وأن مدى تطبيق القرار سيشهد نسقا تصعوديا في الأيام القادمة ولفت الحيون إلى أن القرار القاضي بمنع الجولان في كامل تراب الجمهورية من السادسة مساء إلى السادسة صباحا يندرج في إطار معاضدة المجهود الوطني في التوقي من فيروس كورونا